عربات عسكرية أمريكية تجوب شوارع بغداد وجنود أمريكيون بأعداد هائلة في قواعدهم بالعراق في تطور عسكري يتزامن مع حركة دبلوماسية واسعة تقوم بها السفيرات الأمريكية في بغداد ألينا رومانسكي فما الذي يجري وما هو السيناريو المنتظر للعراق كل هذه التساؤلات أثارتها مصادر مطالعة رصدت وصول أكثر من 3000 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط وتمركز بعضهم في العراق مع ظهور ملحوظ لأرتال عسكرية أمريكية تذكر بأيام الاحتلال الأولى عام 2003 النائب في تحالف الفتح علي زبيدي ربط الحراك العسكرية الأمريكي باحتراز أمني على سجون أمريكية موجودة في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن بينما رأى مراقبون أن هذا الحراك العسكري يتناغم مع زيارة وفد حكومة السودان لواسنطن والحديث عن تعاون عسكري وحاجة لتدعيم الوجود الأمريكي في العراق بعناصر إضافية مهمتها تدريب القوات الأمريكية وملاحقة مسلحي تنظيم داعش ويعزز هذا الرأي عودة السفيرة الأمريكية لدى العراق لنا رومانسكي من واشنطن ولقاؤها خلال أقل من 24 ساعة رئيس الحكومة محمد السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي إضافة إلى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الخارجية فؤاد حسين وحيدر العبادي للحديث عن التعاون الأمني وعقد اتفاقيات استراتيجية جديدة وبما أن العراق ليس بمعزل عما يجري في المنطقة بل إنه عنصر مهم في المتغيرات الإقليمية فإن واشنطن تجعله نقطة ارتكاز على المستوى العسكري والأمني لا سيما فيما يخص الأجندات الإيرانية وما على السياسيين في بغداد إلا أن ينفذوا رغبات القوى المتصارعة وتمهيد الساحة العراقية لهم لكي يصفوا حساباتهم عليها اشتركوا في القناة